في زيارة ترمي إلى تعويض الوقت الضاء بدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما أول جولة إفريقية منذ وصوله إلى البيت الأبيض وكانت العاصمة السنغالية داكار أولى بحطاتها تليها جنوب إفريقيا وتنزانيا ويدرك أمريكيون أن الفرص الاقتصادية وموارد الطاقة في القارة الإفريقية بدأت تستحوذ على اهتمام دول عظمى من بينها الصين ورغم الإجراءات الأمنية المشددة في العاصمة داكار التي قد تربك النشاط الروتيني للسكان فأن السنغاليين أبدوا ترحيبا بالزيارة ويقول مواطن إذا تقدم العالم بما يكفي لنرى رجلا أسود البشر رئيسا للولايات المتحدة فأن هذا فخر لنا إلا أن أجواء الخيبة بدأت تسيطر على القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة وتقول هذه المرأة نحن سعدا بقدوم الرئيس أوباما ولكن ما نوده هو أن يساعدنا نعمل ليلة نهارا ولكننا لا نحصل على حياة كريمة الحياة صعبة والأمر كذلك بالنسبة للبلاد أيضا وكان الرئيس أوباما ابتعد عن القارة التي يتحدر منها وركز اهتمامه على آسيا والأزمة الاقتصادية وثورات الربيع العربي والعراق وأفغانستان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر